وصعدت ميليشيات سائبة من عمليات السطو المسلح والاغتيالات والخطف جنوب بغداد حيث عثر في الجانب الكارخ على نحو 30 جثة خلال 48 ساعة الماضية في حين أكدت وزارة الصحة أن الاغتيالات في العاصمة أصبحت ظاهرة شبهة يومية وقالت مصادر أمنية أن ميليشيات سائبة أقدمت على قتل عضو الاتحاد الدولي للملاوات ونائب رئيس الاتحاد العراقي لقوة الذراع ماجد أحمد محمد في منزله بحي الشرطة بمنطقة الدورة ونقلت المصادر عن شقيق الضحية قوله أن عناصر من الميليشيات قاموا بإطفاء الكهرباء في ساعة متأخرة من الليل قبل أن يقتحموا البيت ويفتحوا نيران أسلحتهم على المغدور أمام عائلته ويأتي هذا الحادث بعد ساعات على سطو مسلح في المنطقة ذاتها نفذه فصيل مسلح متنفذ على منزل يعود لامرأة مسيحية مسنة تعرضت للضرب والسرقة ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة ترجمة نانسي قنقر